المجلس الجالية المغربية في الخارج تعرض إلى حملة من طرف جريدة إسبانيا إلى حملة شارسة ما هو موقفكم من هذا المقال؟ المجلس الجالية تعرض في الأوين الأخيرة لحملة شارسة من جريدة الموندو عبر مقال لصحافي هاوي لأنه لا يعتمد في مقالته على معطيات حقيقية بالمعطيات زائفة هذه الاتهامات الموجهة للمجلس كان الغرض منها هو دفع المجلس لأنه ابتعد عن إسبانيا لأن المجلس أحد المؤسسات المغربية النشيطة والعاملة داخل الطراب الإسباني ثقافيا ودينيا ونشخصيا نشرت كتابين باللغة الإسبانية كان عبر فيهم عن الموقف ديالي من سياسة الدولة الإسبانية توجه الهجرات توجه الإسلام وتوجه المغرب إذن تصريحات ديالي في الصحافة الإسبانية خاصة بعد الأحداث الإرهابية في برشلونا تحمل مسؤولية للدولة الإسبانية وهذا اعتبر جزء من اليمين المحافظ مزعج له فسخر جريدة الموندو المنتمية لهذا اليمين من أجل كل هذه الاتهامات واللي بدأت منذ زمن بعيد كان عضو مجلس محمد الشايب البرلماني في منطقة كتالونيا والبرلماني في البرلمان الإسباني الوطني تعرض لنفس التهم اللي هي التخابر مع الدولة المغربية لاشتغال مع الدولة المغربية تلقي الدعم المادي من المغرب وأعضاء آخرون كانوا يشتغلون معنا ذكور المرحوم محمد علي في مدريد لتتعرض لنفس الاتهامات تخابر مع الدولة المغربية وتلقي الأموال والاستحواذ على تلك الأموال على أنه توفى قبل أن تحكم المحكمة الإسبانية ببراءته اللي تصدرت ولكن من يتطرق اليحد إذن هذه حملة ممنهجة حملة يعني منظمة من أجل تشويه صورة المغرب يعني الذي يتوفر على جالي يتقدر بمليون مغربي داخل إسبانيا ولكن هناك أيضا مليون مسلم غير مغربي ممكن أن ينخرطوا في توجه النموذج لإسلام المغربي المعتدل المتسامح اللي يحترم الآخر إذن هذه الحملة يعني إحنا كنت فهمها وبتابعة الحال غدين واجهوها بكل الأساليب بتابعة الحال الردود يعني الإعلامية ولكن أيضا الردود القضائية اللي كان نهيئها باش نحتوها في محاكم إسبانيا السياب دابوسوف هي حملة ممنهجة ودعاءات كذبة لأن المجلس هو يدافع عن الجالية المغربية المقيمة في إسبانيا هل هذا صحيح؟ بتابعة الحال المجلس يدافع عن قضايا مغاربة إسبانيا يشهدوا على ذلك عدد الأنشطة التي قمنا بها بتعاون مع النسيج الجمعة والمغربية سواء في الميدان الثقافي أو الميدان الديني وكذلك الحضور دي أن المكثف داخل إسبانيا ونحن دائما نطالب الحكومة باحترام الحقوق ومن بين الأمور اللي قلناها أن اتفاقية في 1990 الموقع مع الجالية المسلمة ما زالت حبر على ورق في إسبانيا ونطالب بتطبيقها وهذا يزعج يعني كما قلت اليمين المحافظة داخل إسبانيا إذن بالنسبة لنا هذا ليس جديد هذه الحملة ممنهجة منظمة الدليل على أنه صدر كتاب منذ شهر لكاتب مجهول قدم له سومبريرو ب37 صفحة التي يتحدث فيها عن المخابرات المغربية يتحدث فيها عن المذهب المالكي الذي يهدد الأمن في إسبانيا ويهدد إلى الإرهاب يتحدث فيها على مجموعة من المغاربة بالأسماء علما أنه لم يعيش في المدن التي يتحدث عنها أخص بالذكر مثلا مدينة برشلونة ومنطقة كتاب لا يعرفها سومبريرو لكن يعتمد على ما ينقله له المخبرين الموظفون من طرف المخابرات الإسبانية إذن هذا الأمر نفهمه ولكن كما قلت سنواجهه بكل إمكانياتنا ونحن نحضر للانتقال الإسبانيا وللوجود التواجد في مدريد وفي برشلونة والاستمرار في أنشتتنا والحديث بهذا الكلام في إسبانيا نفسها الكاتب العام الآن ستدافعون على حقوق المجلس كيف هل سترفعون دعوة ضد هذه الأشخاص؟ بطبيعة الحال سنرفع دعوة أكثر من دعوة لأننا سنرفع دعوة باسمنا الشخصية ولكن سنرفع دعوة باسم المؤسسة لأننا قدمت مجموعة من المغالطات مجموعة من الأكاذب الباطلة مجموعة من المعلومات المشي الغير الدقيقة الغير موجودة أصلا وسنرفع دعوة نحن مع المحامون يتحذر الملف من أجل تسجيل الدعوة ضد جريدة الموندو وضد كاتب المقال إذن بطبيعة الحال سنواجه لأن بطبيعة الحال اليمين المحافظة الآن اللي يخسر مجموعة من المواقع ديله بعد الخروج ديله من الحكومة الرخوي يعني بسحب الثقة من الحكومة نظرا للفساد اللي كان ضربها هذه النخبة الانتخابات ديل أخير قبل خسرتها الحكومة اليمينية والانتخابات ديل أخير ما يخسروا الانتخابات الأوروبية الآن ما عندهم مشروع مجتمعي إلا التخوف يعني من المغرب ومن المغاربة اللي ربما كيشكلوا ها التهديد وقد يزيدوا يرفعوا من الحصة اليمية المتطرية في حزب فوكس مثلا اللي شفناه حتى المقاعد برلمانية سواء في المنطقة الأندلوس ولا على الصعيد الوطني ولا في بعض المدن كامليلية وسبتة مثلا إذن كل هذه الأمور نشأ على سنعمل على مواجهتها والجالية المغربية يعني تلقينا يعني اتصالات مجموعة من النسيج الجمعوي الديني والثقافي اللي كي يعبر عن الدعم ديله والمساندة ديله ولكن أيضا الاستمرار في الارتباط بالبلد ديلهم المغرب في الاستمرار يعني في تمثل الإسلام ديلهم المعتدي وفي الاستمرار خاصة بالارتباط بإمارات المؤمنين اللي هي الضامنة للحرية ديلهم وللحقوق ديلهم سواء داخل المغرب أو خارج المغرب